يعني هاي واحدة من الأشياء الحلوة في المسيحية إنه الرب وعد بالحياة الأبدية في الحاضر مش إذا إن شاء الله لآخر لحظة لا إنتو بيتكلم عن الإيمان بيسوع المسيح والروح القدس بيسكن فينا صار إلنا حياة أبدية فإيش هاي المفارقة؟ الرب يسوع المسيح وعد إن مكتوب إذ لدينونا الأنع الذين هم في المسيح يسوع وعد إن خرافي تسمع صوتي وتتبعني وعد إنه يعطيها حياة أبدية وعد إنه لا أحد يستطيع أن يأخذ من يدي فالضمان أن يختفها من يدي الكتاب المقدس واضح جدا في إن المؤمن بالرب يسوع المسيح ما ينفعش إنه هو يهلك ولن تهلك هو قال ولن تهلك إلى الأبد فما ينفعش إن أنا أقول أنا بعد ما أعرف المسيح وأسلم له كل حياتي وأسلم له قلبي وعمري وكده وأجي بعد كده أنا قاعدة بفكر هو أنا ههلك ولا أنا هروح على السماء كمؤمنين بالمسيح نناثق إن المسيح كلماته هو بيحققها كل كلمة موجودة في الإنجيل هي لي أنا شخصيا وليك والكل واحد بيسمعنا النهاردة هي رسالة شخصية ليك مدام هو قال إن هي خرافه تسمع صوته وهو يعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد فأنت لن تهلك إذا أمنت بالرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر